ونبأ جولتنا الاقتصادية بشأن المحلي حيث ألغى المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه مناقصة شركة نفط الكويت بشأن تمديد خطوط أنابيب للتغذية مشروع مصفات الزور اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل هشام حسن ألغى المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه مناقصة شركة نفط الكويت بشأن تمديد خطوط أنابيب لتغذية مشروع مصفات الزور باللقيم اللازم من الخامل والغاز الطبيعي حيث أوضح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن المجلس بحث كافة المعطيات المتعلقة بالمناقصة وبالتشوري مع المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة في هذا الخصوص قرر بالإجماع إلغاء المناقصة وأشار المرزوق لأن المجلس طلع على خطة لتزويد مصفات الزور باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير وذلك عبر استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حاليا بين مصفات الأحمد ومحطة الزور الجنوبية للتزويد المصفات باللقيم لحين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفات هذا وخلال الإجتماع ذاته تم الإعلان عن اعتماد الموازنة المجمع لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة ترجمة نانسي قنقر